حلقة أخرى من مسلسل عراق الديمقراطية الأمريكية توشك أن تنتهي على مشهد مفتوح الاحتمالات انتخابات جرت قاطعها العراقيون جميعاً أمام العالم انتصر فيها طرف وخسر آخر وكل الطرفين يملك المال والسلطة والأهم السلاح فبات العراق يقترب أكثر من حافة الهاوية التي وصلها منذ 2003 أسدل الستار عن الانتخابات المبكرة بنتائج نهائية أعلن عنها بعد خمسين يوماً من إجرائها تصدرتها كالعادة الأحزاب الحاكمة نفسها فدورت الوجوه مرة أخرى ولبست أخرى قناع المستقلين لكن بالمحصلة ليس هناك جديد يذكر ولا قديم يعاد الصدر والمالك والعامر والحكيم وغيرهم من ساسة المنطقة الخضراء يتنافسون على المناصب تحالف الفتح الممثل الرسمي لميليشيا الحجد وجد نفسه خاسراً في الانتخابات لصالح الصدر فزج بعناصر الميليشيات أمام بوابات الخضراء رفضاً للنتائج وتلويحاً بإمكانية التغيير بالقوة طالما أن الميليشيات أقوى من الدولة فعلاً وقولاً لكن مع بقاء النتائج على ما هي عليه عقب الفرز اليدوي لبعض المحطات فإن المشهد السياسي في العراق على مفترق طرق فكيف سيسكت الولائيون على فقدانهم مقاعدهم في البرلمان لسيما أن تهديداتهم بالتصعيد تعلوا يوماً بعد آخر كما يكررون اتهام المفوضية بالتزوير تتجه الأنظار كما الحال بعد كل انتخابات في العراق إلى تشكيل ما يسمى بالكتلة الأكبر وذلك مصطلح فظفاظ تسبب بصراع طويل بين أقطاب العملية السياسية على رئاسة الوزراء فتارة يثبت كما هو وأخرى ينقلبون عليه فعلى أي وجه ستكون الحكومة المقبلة يرى كثيرون أن شركاء العملية السياسية لا يرغبون باندلاع نزاع داخلي يفقدهم كل مكاسبهم التي حصلوا عليها على مدى ثمانية عشر عاماً لذا فإن سيناريو الحكومة التوافقية هو الأقرب للواقع خصوصاً أن إيران تستخدم العراق كورقة تفاوض مع الغرب وبإمكانها إقناع وكلائها بالقبول بالنتائج شريطة تسلمهم مناصب حكومية وبين الشد والجذب حول النتائج والصراع المتوقع حول حكومة المقبلة ثم تثابت واحد يتلخص برأي الشارع العراقي الذي قاطع الانتخابات وينتظر منه أن يواصل الثورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر